السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت خايفة على بيتك او زوجك او ولادك او شغلك او فلوسك او اي حاجة عندك اشتريتها جديد اي حاجة عندك خايفة عليها من الحسد الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات نقولهم ونحافظ عليهم واهم حاجة نحافظ عليهم مرة الصبح ومرة بالليل الحاجات دي لو احنا حفظنا عليها كويس قوي ربنا سبحانه وتعالى هيحفظنا من اي حسد ومن اي عين حد على فكرة احنا ساعد من نبقى احنا اللي مقصرين في ذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان كده بنتقزي بسرعة طيب ايه هم اللاربع حاجات دولة اللي انا حفظ عليهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظنهم اول حاجة ان انا اقول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تاني اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تاني واحدة اقول ايه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تالت حاجة اقول باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ودي أقولها ثلاث مرات وآخر حاجة أقول المعاوذات اللي هي سطورة الإخلاص والفلق والناس أقولهم كل واحدة فيهم أقولهم ثلاث مرات على فكرة لو أنت قلتيهم دول بس المعاوذات لو أنت قلتيهم بس دولة كفاية قوي يعني دول الرسول والسلام كان بيقولهم كتير قوي 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 فحافظ عليهم كويس قوي على شهر ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من أي شر ويحفظك ويحفظ ولادك وبيتك من أي شر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته